السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما وابدا في قناتكم إن شاء الله هذا الفيديو سيكون تتم للفيديو السابق الخاص بموضوع تحليل سلسلة القيمة. ونحن كما تبين من الفيديو الأول حاولنا إحطة الموضوع من جوانب متعددة حتى نستطيع إيصال المعلومة بحيث أنها تتجاوب أو تتقارب مع الواقع الفعلي. شرحنا في الفيديو الأول مفهوم القيمة لدى العميل وعرفنا معنا أو حددنا مدخل لموضوع تحليل سلسلة القيمة عند بورتر. وحاولنا أن نوضح الحاجة إلى استعمال هذا المفهوم الإداري. وإن شاء الله اليوم كتتمة للموضوع سنستمر على نفس النهج ونتقدم فيه لغاية ما نتمكن من الأحاطة بالموضوع من كل جوانبه. إذا ما أخذنا شركة أي شركة فهي في جوهرها عبارة عن مجموعة من الأنشطة. وهذه الأنشطة يتم إجراؤها بشكل متوازي أو بالتتابع أو غيره. ومن بين هذه الأنشطة مثلا التصميم الانتاج التسويق التسليم ودعم المنتج أو الخدمة المعينة. ويكون هدف الشركة من هذه الأنشطة التي تنفدها هو توفير منتج بطريقة تجعله ذا قيمة كبيرة لدى العميل. ويكون السعي دائما بأن تكون هذه القيمة المحسوسة عند العميل أكبر من التكلفة الأصلية لإنشاء هذا المنتج. بما يحقق أرباحاً أو ما يشعر إليه بالهامش أو هامش الربح. فكلما كانت القيمة المحققة من قبل الشركة. القيمة التي تحقق ميزة نافسية أكبر من تكلفة إنشائها. ويستحسنها العميل حققت الشركة بفضل هذه القيمة أرباحاً أو هامش ربح مناسب. ومن هنا نفهم لماذا الشركة؟ أي شركة ترغب أو تحتاج لتحليل ميزتها التنافسية التي تحقق لها القيمة لدى عملائها المستهدفين. وتريد أن يكون لديها منهجية لفحص أنشطتها الداخلية وفحص التفاعل فيما بين هذه الأنشطة. فالشركة ترى أنها كلما اكتسبت ميزة تنافسية من خلال أداء أنشطة متميزة من الناحية الاستراتيجية وبتكلفة أرخص أو أفضل من منافسها كان ذلك هو الهدف المنشود لتحقيق الأرباح وزيادتها. وهنا يأتي دور سلسلة القيمة الخاصة بمايكل بورتر والتي تساعد ونؤكد هنا تساعد في تقسيم الشركة إلى أنشطة محددة قسمها بورتر إلى نوعين. هذا التقسيم يتماشى مع مجموعة الأنشطة التي تقوم بها أي شركة. ليست كل الأنشطة بالتفصيل لكن الأنشطة ذات صلة من ناحية الاستراتيجية في أول الأمر ثم الأنشطة التفصيلية فيما يلي. بمعنى أن نرى الشركة من خلال التركيز على أنشطة محددة في نموذج سلسلة تحليل قيمة لبورتر والتي قلنا هي في حد ذاتها تساوي نفس الأنشطة التي تقوم بها كل الشركات الأنشطة ذات الصلة من ناحية الاستراتيجية. فنموذج التقسيم للأنشطة الذي وضعه بورتر سيسمح لنا بالحصول على نظرة عامة شاملة وواضحة على الشركة من الداخل. وهكذا يكون للإدارة قدرة أكبر على تقييم الشركة ككل من خلال تقييم أنشطتها وبالتالي تحديد النشاط أو الأنشطة التي يجب أن تكون مكان إنشاء القيمة الحقيقية أو إجراء تحسينات عليها. وبشكل مقتصر وأوضح القصد هنا أننا لا ننظر إلى الشركة بمجملها لكن نتفحصها من خلال الأنشطة المكونة لنموذج بورتر. وبذلك تكون لنا نظرة أكثر دقة لأننا سنركز على جزئيات معينة كل مرة بدلا من الكل. وهنا السؤال ما هي هذه الأنشطة الرئيسية التي يجيب التركيز عليها والأخرى التي يجيب تجنبها. في الواقع يتم التركيز على كل الأنشطة دون أهمال أي منها. لكن مع بعض التدرر التركيز على الأنشطة الرئيسية ثم الفرعية. وهذا هو أساس المفهوم الإداري لسلسلة القيمة الذي جاء به بورتر. المفهوم الذي يعتبر من أكثر الاستراتيجيات والمعايير التي أثبتت فاعليتها في مجال تخفيض التكريفة ورفع الميزات التنافسية. بهدف تحقيق الأرباح المادية وزيادتها. فقط بين قوسين لما أقول أن طريقة بورتر هذه تساعد في تحقيق الربح. فأنا أعني ذلك فهي تساعد يعني تعيني تعين فقط. فهي ليست بعصة سهرية تحول الخسارة إلى أرباح. أما عن المساعدة التي تقدمها فهي تمنحك فرصة جديدة لرؤية الأشياء من زاوية أخرى. زاوية مجربة ومدروسة حتى تستطيع رؤية الخلل أو مكان التطوير لتقوم بالتعامل معه بالطريقة المناسبة. وهذا شأن جميع الممارسات المتميزة. كل منها تقدم مساعدة حسب طبيعتها. وهذا ما نكرر دائما. فالتميز في شقه الكبير هو في استعمال ممارسات متميزة لكن مع سقلها وتكييفها مع الأوضاع حسب المقاومات المتوفرة. وإن صعوب الأمر فيمكن التوجه للاستشارة الإدارية فالمستشار يقف على الخلل ويقدم ملخص للحل. الحل وليس أفكار تجريبية. ثم إن تم الاتفاق معه بمعنى أن الأفكار التي قدمها مناسبة يتم تنفيذ تلك الأفكار بمعيته أم قد تكون المعلومة الإدارية متوفرة وقد تنفع في المجال الأكاديمي لكنها في الغالب لا تكون كذلك في المجال المهني التطبيقي حسب الحالة المعينة. فهي معلومات في الغالب من باب العلم بالأمر لكن كل واحد يقدمها بالطريقة التي يراها أنسب حسب ما وجده ملائما أثناء عمله أو عند إلقاء المحاضرات أو في الدورات واللقاءات. نقطة أخرى قبل أن نكمل نريد فقط الإشارة إلى موضوع لطالما لتشيء من الالتباس. عند البعض فقط. حيث يتم الخلط بين سلسلة التوريد supply chain وسلسلة القيمة فمن أجل التوضيع فسلسلة التوريد هي العملية التي تتم ما بين نقطة مرحلة إنتاج المنتج ونقطة توزيعه. التعامل مع الموردين الخدمات اللوجستية لإيصال المنتج للسوق يعني إلى العميل المستهدف. أما سلسلة القيمة كما وضحنا هي مجموعة من الأنشطة التي تقوم بها الشركة والتي تزيد من الميزة التنافسية. على هذا الأساس فعمل الأثنين يختلف تماما. فسلاسل التوريد تنطلق في تركيزها من منبع العملية بمعنى أنها تعمل على فحص تداخل وارتباطات عمليات الموردين المواد الخام أو الأولية والمنتجين وتعمل على تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد في مصار تنفيذ العمليات. وصولا إلى العميل بينما تركز سلسلة أو سلاسل القيمة على المصب. والمقصود به هنا العميل تركز على خلق قيمة في نظر العميل. ومنها إلى خلق المنتج الذي يوفر الميزة التنافسية التي تخلق القيمة المرغوبة أو التي يحتاجها العميل. وبالطبع دائما مع المضع في الاعتبار تحقيق هامش ربح منهزب. حتى هنا فنحن نحاول أن نؤسس لموضوعنا ونتفق على أرضية معلومات موحدة حتى نتفق على المفاهيم. الأهمية في أن تصل المعلومة وليس في قولها فقط. فأي شركة تنطلق من تحديد احتياج أو رغبة عند العميل المستهدف. وتعمل على إرضاء هذا العميل من خلال توفير احتياجاتها أو رغباتها. فهي إذن تقوم بتصنيع المنتجة والخدمة. وهنا لما نقول تصنيع فليس من المفترض أن يكون مادة خان طبيعية نقوم بتحويلها ونضيف عليها القيمة باستخدام أدوات ومعدات مناسبة. ويكون ذلك بالطبع بهدف جعلها قابلة كما نقول شباه حاجة معينة لدى العميل. بل ممكن أن تكون صناعة خدمات يعني صناعات غير ملموسة أو التي لا تنتج سلاعا لأسواق ولا ربما لا تحقق مكاسب مادية مثلا إن كانت صناعة خدمات حكومية أو إنسانية. القصد أن موضوعنا يشمل جميع الصناعات بما في ذلك الصناعة الخدمات مثل الخدمات المصرفية المالية والخدمات العقارية والتجارة بالجملة والتقصيد صناعة خدمات النقل خدمات الاتصالات كل الخدمات حتى خدمات الأمن والسلامة. إذن نحقق احتياج العميل من خلال تصنيع المنتج. ولكن كذلك من خلال إدارة المنتج. فأي مشروع ينفذ على مستويين. تصنيع المنتج وإدارة المنتج. ولما نقول إدارة في القصد من ذلك كل ما يدخل في العملية الإدارية المكتبية ولعل موضوعنا في هذا الشق. شق إدارة المنتج. لكنهم مرتبطة بشكل تام مع شق تصنيع المنتج. الأساس في العملية هو التصنيع. لكن تصنيع بدون إدارة جيدة لن يؤدي الغرض منه. فالاثنان يكملان بعضهما. تصنيع هو الأساس لأنه هو الذي يحدث الغرض الذي نشأت من أجله المؤسسة أو المشروع. والإدارة هي العملية الداعمة التي بدونها لن تقوم العملية التصنيعية. نؤكد هنا فمع بورتر لما نتكلم عن سلسلة القيمة لأحدى الشركات فهي كما عرفها عدد من النشاطات المرتبطة بعضها البعض وهي ضرورية لتصنيع المنتجات والخدمات تبدأ من الخامات والمواد الأولية وتنتهي في يد المستهلك النهائي. فهذا يتضمن تيارات من الأنشطة التي يمكن اعتبارها سلاسل توريد أو كما يسميها بورتر نظام القيمة. حيث تمر المنتجات عبر قنوات سلسلة القيمة. انتلاقيا من الموردين الذين يوفرون مدخلات العملية القيمة الأولية حتى تصل إلى المشتري أو المستهلك النهائي كما يريدها. بهيث يصبح منتج الشركة في النهاية جزءا من سلسلة قيمة المشتري. فالأمر كله عبارة عن تسليط الضوء على القيم من أجل تركيز عليها بغرض تحسينها وتطويرها انطلاقا من القيمة الأولية ووصولا إلى القيمة المشتري. وهنا بورتر يخبرنا أنه بدلا من التركيز على سلسلة القيمة للمؤسسة بشكل كلي على طريق واحد ويمكن تقسيم أنشطة سلسلة القيمة إلى نوعين أوسع. الأنشطة الدعمة. الأنشطة الأساسية وقد جعلها أربع ثم أنشطة الدعم وعددها خمس. المجموعة التسع. كل هذه الأنشطة لنصل بها إلى الأرباح إلى الهامش. الخمس أنشطة الأساسية تشارك جميعها بشكل مباشر في إنتاج وبيع المنتج الفعلي وهي تغطى الإنشاء المادي للمنتج وبيعه ونقله إلى المشتري بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع. أما أنشطة الدعم الأربعة فهي أنشطة تتنقل عبر الأنشطة الأساسية الخمس. وتهدف إلى التنسيق بين الأنشطة الأساسية ودعم وظائفهم على أفضل وجه ممكن. من خلال توفير المدخلات الأولية والتكنولوجيا والموارد البشرية ومختلف وظائف الإدارة العامة للشركة. حتى هنا نكون قد دخلنا في موضوع الفيديو تحليل سلسلة القيمة. بدأنا في خلق تصور حول آلية العمل بهذا المفهوم الإداري وإن شاء الله في الفيديو القادم ستكون لنا وقفة أوضح بشأن كل من الأنشطة الأساسية وأنشطة الدعم إن شاء الله. وإن هنا نستودعكم الله ودومتم بخير وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقاكم في الفيديو القادم التتمى إن شاء الله. اشتركوا في القناة